لا تزال المواجهة المحتملة مع حزب الله الشغل الشاغلة لكبار ضباط الجيش الإسرائيلي في الاحتياط والخدمة الفعلية ولسيما لجهة القدرات التي يتمتع بها حزب الله مقابل القدرات الإسرائيلية على مواجهة أي حرب صاروخية مستقبلية قائد فرقة الجليل شلومي بندر الذي يعد المعنية الأولى في أي مواجهة مستقبلية مع حزب الله قال أن حزب الله يعد العدو الأهم للجيش الإسرائيلي اليوم وأنه منظمة عقلانية لا تعمل بانفعال بندر الذي استفاد في توجيه التهديدات والتحذيرات من القدرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي أقر بصعوبة المواجهة المقبلة مع حزب الله والأهم من ذلك تقديره أن الحزب لن يعدم وسيلة للدخول والسيطرة على مستوطنة محاذية للحدود حتى مع عدم وجود أنفاق ووفقا له لا يوجد عائق بناه الجيش الإسرائيلي لا يمكن اجتيازه بالنسبة لحزب الله ولذلك فإنه في حالة الحرب سيعمد الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء المستوطنين من المستوطنات المحاذية للسياج الحدودي مع لبنان في المقابل بين كبار ضباط الاحتياط الذين تطرقوا إلى الحرب المقبلة كان مفوضة شكاوى الجنود السابق اللواء إسحاق بريك الذي حذر من أن قواعد الحرب المقبلة ستكون مختلفة في ظل تهديدات قد تقيد قدرة سلاح الجو على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وبحسب بريك فإن التقديرات التي تشير إلى امتلاك حزب الله أكثر من 14 ألف صاروخ ثقيل الوزن إضافة إلى صواريخ فاتح 110 دقيقة القادرة على إصابة أي هدف في إسرائيل بدقة وتدميره قد تزعزع قدرة الردع الإسرائيلية الاعتماد الإسرائيلي على منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها إسرائيل لمواجهة قدرات حزب الله غير مجدية برأي بريك فكلفة تشغيل هذه المنظومات باهظة جدا ولذلك فإن هذه المنظومات ستتوقف عن أداء مهماتها خلال وقت قصير وستبقى الجبهة الداخلية الإسرائيلية عرضة لصواريخ حزب الله من دون أي رد